السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا إنه جواد كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أيها الإخوة ذكرت لكم في الدرس السابق من دروس أشراط الساعة الصغرى العلامة السادسة والعشرين من علامات الساعة الصغرى وهي كثرة الشح كما ذكرت لكم العلامة السابعة والعشرين وهي كثرة التجارة حتى تشارك فيها النساء الرجال ثم ذكرت العلامة الثامنة والعشرين وهي كثرة الزلازل ذكرت العلامة التاسعة والعشرين وهي ظهور الخسف والمسخ والقذف وذكرت لكم حينها الأحاديث الدالة على أن الخسف والمسخ والقذف إنما يظهر إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور وبينت حينها الأدلة الدالة على ذلك ثم بينت لكم هل هذا المسخ الذي هو علامة من علامات الساعة مسخ حقيقي أم مسخ معنوي وبينت لكم حينها من قال بذلك من أهل العلم بالقول الأول ومن قال بذلك من أهل العلم بالقول الثاني ثم ذكرت لكم العلامة الثلاثين وهي ذهاب الصالحين ذكرت لكم العلامة الحادية والثلاثين وهي ارتفاع الأسافل وذكرت لكم العلامة الثانية والثلاثين وهي التماس العلم عند الأصاغر والعلامة الثالثة والثلاثين وهي السلام على المعرفة دون غيرهم وذكرت لكم العلامة الرابعة والثلاثين وهي ظهور الكاسيات العاريات وذكرت لكم العلامة الخامسة والثلاثين وهي صدق رؤيا المؤمن وسنذكر اليوم تباعا لما سبق عدة علامات من علامات الساعة الصغرى فالعلامة السادسة والثلاثين كثرة الكتابة وانتشارها فقد جاء في حديث بمسعود الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة وذكر أمورا ومنها ظهور القلم ظهور القلم والحديث أخرجه أحمد وهو صحيح صحعه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى والمراد بظهور القلم في هذا الحديث أي ظهور وسائل العلم ظهور وسائل العلم فتنتشر الكتابة وتنتشر المطبوعات وتنتشر الوسائل التي يتوصل بها إلى العلم بل تنتشر الوسائل التي تبث العلم حتى في بيوت الناس فهذا معنى الحديث وما نراه اليوم أمر واضح وظاهر في وقوع هذه العلامة من علامات الساعة الصغرى إلا أن هذا الأمر أيها الإخوة لا ينفع شيئاً إن لم ينتفع ذلك المتعلم بالعلم وإن لم يعمل به فالعبرة والغاية انتفاعك بهذا العلم ومن ثم العمل به فهذه هي ثمرة العلم فهذا هو ثمرة العلم ولسيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله تعالى كلام عظيم في كتابه الوصية الصغرى حيث قال من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا كما قال صلى الله عليه وسلم أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فلا يعني ظهور القلم وانتشار وسائل العلم وبثه في كل مكان أن الناس قد استفادوا منه وأنت ترى حال الناس اليوم خاصة المسلمين كيف أن وسائل العلوم قد يسرت لهم بل وبثت العلوم حتى في منازلهم ومع ذلك يجهلون الشيء الكثير وخاصة في دين الله تبارك وتعالى فهذه العلامة وإن وقعت ينبغي على المسلم أن يعتني بنفسه وأن يستفيد من وقوعها بما يعود عليه بالنفع فيتعلم منها وكذلك يعمل بما تلقاه من علم ونحن في كل صلاة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه والضالين هم الذين لم يعلموا فعبدوا الله على جهل وضلال ولذلك على الإنسان أن يستفيد من وسائل العلم بما يعود عليه بالنفع فيتعلم العلم الصحيح ثم يعمل به ولا يكون كالذي والعياذ بالله يحمل أسفارا أو كالذي آتاه الله تبارك وتعالى تلك الآيات وتلك الحجج والبينات ثم انسلخ منها العلامة السابعة والثلاثون من علامات السماعة الصغرى التهاون بالسنن التي رغب بها الإسلام فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين إن من أشراط الساعة أن يمر رجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين والمراد أن الناس يعزفون عن تطبيق التعاليم الدينية سواء أكان ذلك في المسجد أو في غير المسجد ومن أمثلة ذلك في المساجد ما تراه من أن المسلمين يذهبون فيزورون بعض المساجد لبغية أن يرونها دون أن يصلوا فيها وإنما يردون أن ينظروا إلى زخارفها إلى آثارها إلى جمالها لكنهم لا يصلون في تلك المساجد ولا يكون الحافز والداعي لهم في ذهابهم إلى تلك المساجد عبادة الله تبارك وتعالى أو القيام بما بنيت المساجد لأجله فيرغب الناس عن تلك السنن وليس هذا الأمر خاص في المساجد فحسب بل هذا عام حتى في الشؤون الأخرى فتجد كثيرا من المسلمين في هذه الأيام يعزفون ويرغبون عن سنن يسير في حياتنا اليومية فتجده إذا لقاك لا يقول لك السلام عليكم وإنما يقول صباح الخير أو مساء الخير أو مرحبا أو حتى في الجوال ألو أليس كذلك عزوف عن التعاليم الدينية في غير ذلك من اللبس في غير ذلك من التحايا في غير ذلك من ركوب السيارة ونحو ذلك في الولوج إلى المنزل في الخروج منه في الجلوس في المساجد وكثرت الحديث فيها بالدنيا عزوف ورغبة عن السنن التي جاءت بها التعاليم الدينية وجاء بها الكتاب والسنة فهذا الأمر من علامات الساعة كما جاء في هذا الحديث أن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين والحديث أخرجه ابن خزيمة وصححه وضعف إسناد هذا الحديث الألباني رحمه الله تبارك وتعالى إلا أنه قال إن لهذا الحديث طرق يتقوى بها فمن علامات الساعة الصغرى عزوف الناس عن السنن التي رغب بها الإسلام العلامة الثامنة والثلاثون من علامات الساعة الصغرى انتفاخ الأهلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين أخرجه الطبراني وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذه علامة واضحة المعنى فانتفاخ الأهلة أن يرى الهلال لليلة ويظن أنه لليلتين هل وقعت هذه العلامة أم لم تقع بعد الظاهر والله أعلم أنها لم تقع بعد الظاهر والله أعلم أنها لم تقع بعد العلامة التاسعة والثلاثون من علامات الساعة الصغرى كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم والحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه وللأسف الشديد مع أن هذا الأمر قد جاء التحذير منه في الكتاب والسنة إلا أن كثيرا من الناس يقعون فيه الصالحين وغير الصالحين ولبن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم جميل في كتابه الجواب الكافي حين نبه على هذا الأمر فقال ومن العجيب أنك ترى كثيرا من الناس يهون عليهم التحرز من الظلم والزنا والسرقة وأكل الحرام ولا يهون عليه التحرز من حركة لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول يعني يتحرز من أمور أخرى ولا يتحرز من هذا الأمر رغم أن هذا الأمر في غاية الخطورة فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحر الأخير من حديثها بفيره إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم فالأمر ليس بيسير بل في غاية الخطورة ومن أمثلة ذلك ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن ذلك الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى عليه أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت له غفر للذي قيل عنه ذلك وأحبط عمله أحبط عمل هذا القائل كلمة كما قال الراوي تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وأنتم تأملوا في حال الناس اليوم كيف أنهم يكذبون في نقل الأخبار وكيف أنهم وكيف أنهم لا يتثبتون عند نقلها وكيف أنهم يكثرون الكذب فيقولون ما يعلمون وما يجهلون والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مقدمة صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع لماذا؟ لأن الإنسان يسمع الخير والشر ويسمع الحق والباطل ويسمع الصدق والكذب فإذا حدث بهذا كله سيحدث لزاما بالكذب والشر والباطل الذي سمعه فهذه العلامة من علامات الساعة في غاية الوضوح ولا يخفاكم أنه في الحديث الطويل الذي جاء فيه صفة عذاب معين لأشخاص رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عذاب ذلك الشخص أنه يكذب الكذبة فأيش تبلغ الآفاق يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق أنت اليوم لو كذبت كذبة عبر وسائل التواصل الإسماعي لبلغات الآفاق لكن ما هو العذاب العذاب الذي جاء في ذلك الحديث الطويل وارجعوا إليه حتى تعرفوا عظم هذا الأمر وأنه ليس بالأمر الهي فرغم أن هذا الأمر من علامات الساعة الظاهرة التي ظهرت إلا أن هذا أمر خطير وأن ينبغي الإنسان أن يحذر منه يحذر من الكذب ويحذر من عدم التثبت في نقل الأخبار العلامة الأربعون من علامات الساعة الصغرى كتمان شهادة الحق وكثرة شهادة الزور كتمان شهادة الحق وكثرة شهادة الزور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد ووصيح وسبق أن ذكرناه إن بين يدي الساعة وذكر شهادة الزور وكتمان شهادة الحق شهادة الزور وكتمان شهادة الحق والله تبارك وتعالى حذر من كتمان الشهادة فقال جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لأن الشهادة فيها إظهار للحق ولا يجوز للمسلم أن يمتنع عن إظهار الحق بما يستطيعه وإذا كان الإنسان متحملا لتلك الشهادة فلا سبيل إلى ظهور الحق إلا عن طريقه وبالتالي جاءت الشريعة بالنهي عن كتمان الشهادة وهل يحرم تحمل الشهادة كذلك بمعنى أنه إذا أراد منك مسلم أن تحمل شهادة لديه قال لك تعالى فاشهد معي على كذا وكذا هل يجوز لك أن تمتنع بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن ذلك أيضا محرم لقول الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ويعمم بعض أهل العلم بأن المقصود في هذه الآية الشهادة تحملا ثم أداءا وبعض أهل العلم يرون أن الآية مقصورة على الأداء لأن الله قال ولا يأبى الشهداء ولا يسمى الشاهد شاهدا إلا إذا تحمل الشهادة إلا أنه يجاب عن ذلك بأن الله جل وعلا سمى الشهداء شهداء وإن لم يتحملوا الشهادة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخر هذه الآية فسماهم شهداء وهم لم يتحملوا الشهادة بعد وقال الله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فسماهم شهداء وهم لم يتحملوا الشهادة بعد فالشاهد أن كتمان الشهادة أمر لا يجوز وتحمل الشهادة اختلف فيه أهل العلم وبعض أهل العلم يرى أن تحمل الشهادة إذا طالب بذلك صاحب الحق فإنه يجب عليك أن تمتثل له والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها والحديث في الصحيح بل قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من شهادة الزور وهذا هو الأمر الثاني ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وفي رواية حتى قلنا لا يسكت والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق من علامات الساعة الصغرى ولا يجوز كتمان شهادة الحق ولا يجوز التلفظ بشهادة الزور أي التي تكون على خلاف الحقيقة ولا يجوز أيضا الامتناع عن تحمل الشهادة العلامة الحادية هو الأربعون من علامات الساعة الصغرى ولعلها آخر علامة في هذا الدرس كثرة النساء وقلة الرجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد والحديث أخرجه البخاري وهل المراد بخمسين امرأة ذات العدد وحقيقة العدد أو المراد الكثرة الظاهر والله أعلم أن المراد الكثرة وليس حقيقة العدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم ويرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلذن به فيكون مجازا عن الكثرة وليس المراد حقيقة العدد ما السبب في كثرة الرجال وقلة النساء ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم بن حجر أن هذا محظ قدر بتقدير الله تبارك وتعالى وإنها علامة من علامات الساعة الصغرى ليس لها سبب معين وبعض أهل العلم يرون أن لذلك أسباب ومنها قتال الرجال وكثرة الفتن التي تكون في ذلك الزمان فيقل للرجال بسبب قتلهم ويكثر السبي من النساء فيكون للرجل الواحد أربعين خمسين امرأة يكون هو قيمهن فعلى كل حال أن هذه علامة من علامات الساعة الصغرى إما أن تكون قدرية لا سبب لها وإما أن يكون لها سبب من هذه الأسباب وكلا الأمرين محتملين والله أعلم بذلك إلا أنه يؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوة إشارة إلى أنه لا غنى للمرأة عن الرجل كما أن الرجل يعرف أنه لا غنى له عن المرأة فالله تبارك وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى يسكن أحدهما إلى الآخر ويكمل أحدهما الآخر فما ينشر في هذه الأيام من عدم الحاجة من عدم حاجة المرأة إلى الرجل والزوج أمر باطل شرعا وباطل أيضا عقلا وكذلك الرجال يعرفون أنهم لا يستغنون عن المرأة يسكنون إليها وتكمل لهم حياتهم وشؤونهم ويكمل الإنسان دينه بزواجه وتكمل مرأة دينها بزواجها لأن العفاثة من أهم الأمور التي تعين الرجل وتعين المرأة على الإقبال على الله تبارك وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يصحى قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم إنه ولذلك هو القادر عليه والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين